بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شايفين معايا المشمش الجميل ده هنعمله حاجة حلوة جدا وكلنا بنحبها واولادنا بالذات الصغيرين والاطفال بيحبوها وبياخدوها معاهم دايما في سندوتشات في المدارس عرفنا هي ايه هنعمل مع بعض مربة المشمش وهنعملها بمكون سحري بس معلقة واحدة هتخلي معانا المربة الاز كتير من مربات المصانع وبنضافة البيت وبتركات خفيفة كده هتحصلي على احسن مربة مشمش ممكن تكليها هنسمي بالله ونشوف بقى هنعمل ايه اول حاجة انا جبت كيلو من المشمش كده لقيته نضيف كده غسلته ونضفته احنا عارفين الايام دي المشمش الموسم بتاعه والموسم بتاعه قصير مش طويل يعني بيقعد شهر شهر ونص بالكتير وبنلاقيه اختفى مرة واحدة زي ما بيظهر كده مرة واحدة المشمش اللي موجود في السوق طبعا اسمه المشمش العمار اللي هو بيجي من بلد اسمها العمار هي في مصر يعني معشهورة البلد دي بزراعة المشمش وبيطلع منها احلى مشمش زي ما احنا شايفين علشان نعمل المشمش مربة لازم او اي نوع من الفاكهة عشان تعمليه مربة لازم تختاري الفاكهة اختيار كويس جدا تكون نوع جيد كده وما تكونش فيها حاجة ضربة حاجة مهرية حاجة مش تمام تنقيها كده على الفرازة زي ما بيقولوا وتكون كده نضيفة مفيش فيها اي حاجة ممكن تفسد معاك المربة وتخليها ما توعدش وقت طويل بنشوفه بسم الله المشمشة تبارك الرحمن حنية وحلوة زي هنبتدي بقى نفتحه كده زي ما احنا شايفين ونشيل من قلبه البزرة وبعدين نقطع و abstraction مشمشة اللي مش هتطلع معانا البزرة منها بادنا كده بنفتح لها فتحة بسكينة بقى كده انا باخد حاجة خفيفة كده من المكان اللي بقى فيه العنقو ده بتاعت المشمش علشان ما يبقاش في عندي اي سمار في المربى وتبقى كده نظيفة وشكلها تحفة ويفتح النفس زي ما احنا شايفين انا خلصت الكمية بتاعتي فتحته كله شلت منه النوى ونظفته من اي حاجة ممكن تكون موجودة فيه انا منقياه كويس جدا ويعني جايبة من انضف فاكهة موجودة في السوق سعر ورخيص المشمش دلوقتي استغلي الموسم بتاعه ممكن تعملي بقى المشمشية ممكن تعملي الامر الدين ممكن تعملي عصير المشمش مركز وتشيليه مثلا لاوقات ما تحب تشربي عصير مشمش هنعمل مع بعض ان شاء الله كل الحاجات دي بس النهاردة بداية كده هنعمل مربة المشمش بمكاون سحري زي ما انا قلت بعد ما فتحته كده هبتدي اقطعه قطعه صغيرة انا مش عايزة القطع بتاعته كبيرة يعني ممكن اعمله زي ما هو كده الواحدة نصتين بس انا بفضل ان انا اقطعه مكعبات صغيرة كده علشان خطر هي المربة الريدي بتبقى معانا قطع صغيرة او مهروسة ما بتبقاش كتل كبيرة كده فاحنا هنقطعه من البداية ونخلصه انا خلصت الكمية زي ما احنا شايفين قطعته كله بالشكل ده وبعدين بقى زي ما احنا شايفين خلاص انا اتأكدت ان ما فيش في اي حاجة ما تقطعتش هجيب بقى السكر بتاعي احنا طبعا احنا عارفين المربة عشان تطلع معاكي مزبوطة كيلو الفاكهة بياخد معاكي نص كيلو من السكر وانا مستخدمها النهاردة سكر ابيض فاتح جدا علشان خاطر المربة لونها فاتح يعني مثلا الفراولة او التين بستخدم معا سكر جامق عادي مش مشكلة لكن النهاردة المربة مش مش فهتبقى فاتحة استخدم ليها سكر فاتح ودي تركة من الخطوات اللي هنقول عليها السكر الفاتح عشان ما يطلعش شوائب وفي نفس الوقت تبقى لون السوس بتاع المربة كده فاتح معانا ولونه حلو ابتدي بقى بعد ما حطيت السكر وغلفتها بالكامل كده تقليبة كويسة غلفتها كمان بالستريتش راب علشان هدخلها التلاجة ليلة كاملة يعني انا حطيتها من بالليل وبدون اي نقطة مية ما اضفت لهاش اي مية شايفين معايا تاني يوم الصبح لقيتها خرجت معايا المية دي كلها شايفين معايا السكر لما حطيته على الفاكهة من بالليل للصبح خرج معايا كمية السوائل اللي موجودة دي كلها هجيب بقى الحلة بتاعتي وانزل بالمشمش في الحلة كده علشان ارفعها على النار هروح بقى قلبها تقلبتين ثلاثة كده على النار واول ما تبتدي تغلي يعني انا بقلبها عشان لو في اي سكر رائد عندي ولا حاجة مدبش كويس يدوب واول ما تبتدي تغلي بقى هدي عليها النار خالص واسبها تستوي على مهلها خالص من غير اي نار عليها علشان ما يبقاش فيه شياط ما تلزقش مني السكر ما يكرملش او يحصل اي حاجة تفسد معايا المربة بسهولة ما شاء الله تبارك الرحمن ابتدي تغلي معايا كده اول غلوة هديت عليها النار وهبتدي بقى كده اسبها لحد ما تطلع الرين بتاعها اي رهوة على الوش كده هبتدي اشيلها كده بالكبشة بتاعتي علشان خاطر ما يبقاش فيها اي شوائب وما تفسدش مني بسهولة شايفين معايا مطلعتش حاجة وده نتيجة ان انا مستخدمها سكر فاتح مفيش فيه اي شوائب نضيف جدا سكر ابيض وكمان الفاكهة بتاعتي نضيفة ومخصولة كويس ومنقوعة وزي الفل هنضيف بقى دلوقتي المكون السحري اللي انا قلت عليه اللي هيخلي معايا المربة زي مربة المصانع بالزبط اللي هي معلقة من الجيلي اللي هو المشمش علشان بتعزز معايا اللون وبتدي تستعالي جدا للمربة وبتبقى اطعم بكتير من مربة المصانع ما تقدريش تفرقيها عنها بالزبط يعني لو اخدتي معلقة من دي ومعلقة من بتاعت المصانع هتلاقيهم مفيش فيه فرق بينهم لا في الطعم ولا في اللون المعلقة دي خطيرة جدا وعن تجربة جرى بيها هتدي معاك تستعالي جدا للمربة واتخلي لونها في منتهى الجمال دلوقتي انا خلاص بعد ما اخد غلوة كده بعد ما حطيت المعلقة الجيلي اللي مش مش قلبته تقليبة كده وطفيت عليه وسبتها تهدى شايفين معايا المربة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن لونها تحفى جدا الاضاءة ظلمها قوي شايفين معايا من قريب ما شاء الله شايفين كسفتها خامتها حلوة قوي وتقلع حلو ودلوقتي كمان انا لها راستها ولا عملت اي حاجة ودي فايدت ان انا قطعتها قطع صغيرة من البداية فيها قطع كده دايبة بس مش ظهرة قوي وفي نفس الوقت مش بيري ناعم جدا يعني هي متكاملة من كل حاجة لا محتاجة بقى هند بلندر ولا مضرب ولا هرسة ولا اي حاجة طلع معايا كده تبارك الرحمن نفس مربة المصانع بالزبط النهار ده زي ما احنا شايفين عملنا مربة المشمش ببساطة جدا هم كلفتناش حاجة كيلو المشمش يعني ما يتعداش الخمستاشر جنيه في السوق انضف حاجة يعني وكمان شوئات سكر من البيت عملنا مربة المشمش نضيفة لبيتنا والاولادنا جربي تعمليها على طريقتي انا واسقة ان انت مش هتندمي بنفس الخطوات والتركات ومعلقة المعلقة السحرية اللي قلت عليها وان شاء الله تعجبك وتكلميني تعمليلي كده كمينت حلو زيك وان شاء الله نتقابل دايما في كل جديد وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحبس ترجمة نانسي قنقر